تخيل لو قلت لحد ان شركة قبل كمان عشرين سنة هتبقى بلا قيمة هيتقال عليك مجنون وش لكن تخيل بقى ان الكلام ده حصل فعلا مع شركة نوكيا وكانت وقتها افضل من قبل لان ما كانش لها منافس اصلا بس حاليا اختفت الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا قال نحن لم نفعل اي شيء خطأ ولكن بطريقة ما فشلنا غلطة نوكيا انها ما غيرتش نفسها ولا جذفت وكانت ماشية بنفس الطريقة ومستمر عليها ما كانتش فاكرة ولا مستوعبة ان ممكن حد يجيب افقار جديدة يسبقها المجاسفة والتغيير دايما مطلوبين في عالم البزنس كذلك مطلوبين في نفسك انت شخصيا في انك تبعد عن صاحب السوق وانك تخرج من منطقة الراحة بتاعتك وانك تبدأ تتعلم شيء حقيقي فخطوة التغيير والمجاسفة مهمة سواء في اي عمل بتعمله او سواء فيك انت شخصيا